خمس مهاجمين في دوري الأبطال والاكتساح للأندية المصرية طبعاً في المقدمة تاو وشريف من الأهلي بعد كده بن شرقي وزيزو من الزمالك وبعد كده بيتر شاولايل لنجم طبعاً سانداونز الجنوب إفريقي خلينا نتكلم أكتر على دوري الأبطال ونتكلم على المباراة اللي جاية مع المريخ بس بداية طبعاً لازم نرحب بضفنا ونجمينا النهاردة كابتن أحمد عبد المساء الخير كابتن أحمد ومن ضمن الحلقات اللي بستمتع بيها جداً لا سعد بيك دايماً في السنسة وعلى شاشة الأهلي ايه رأيك في الخمسة الأوائل؟ أكيد حاجة مشرفة حاجة مشرفة للكرة المصرية ويكون فيه من أول أربعة في التصنيف وأولهم طبعاً بيرستاو والشريف دي حاجة طبعاً مميزة جداً للنادي الأهلي وقد إيه مدى رؤية المجلس دارة النادي الأهلي في استكتاب اللعيبة وعلى أولهم طبعاً بيرستاو قلنا من الصفاقات المميزة جداً بتأدي أداء جاد جداً مع النادي الأهلي طبعاً أنا بشوف أن دي مكافأة برضو لشريف مكافأة لشريف أنه هو على أداء ومسواه يعني مع كامرة أدير طبعاً والاحترام لشريف بس يعني وهو من المهاجمين الوعدين وفرض نفسه بصراحة بقوة لكن دي قمت الأهلي برضو لأنه شريف جالك من موسمين صح؟ من موسمين تقريباً ده تالت موسم لي قمته ارتفعت بشكل كبير جداً من وجوده داخل النادي الأهلي ومشاركاته وألقابه اللي حقاها مع النادي الأهلي أكيد دايماً لما بنتكلم بنتكلم على النادي الأهلي ومكانة النادي الأهلي ومدى رؤية الأندال خارجية على الصفاقات اللي بتبقى داخل النادي الأهلي أو على لعيبة النادي الأهلي عشان كده زي ما بنقول دايماً سهل عليك أن انت تحترف برا من النادي الأهلي غير أي نادي تاني ممكن ده اللي مرة على أكتر من لعيب كمن الظهار السلبية أن أنت ترحل عن النادي الأهلي أنت حتى لو تفكر في احتراف بوابة النادي الأهلي أسهل بكتير جدا في عمل الاحتراف أو عمل تصنيفك أنت كلعيب على مستوى أفريقيا أو على مستوى العالم النادي الأهلي بيلعف كأس عالم الأندية بيشارك في كل البطولات دايماً اسم النادي الأهلي هو منتردد عالمياً وتصنيفه عالمياً ده بيفرق مع اللعيب اللي داخل النادي الأهلي عشان كده زي ما بنقول دايماً اتشارة النادي الأهلي أو اللعيب اللي داخل النادي الأهلي زو كيمة عالية وأكيد الهدف داخل النادي الأهلي أو لما أنت بتحرز أهدف داخل النادي الأهلي غير أي نادي تاني ده بيسمع بره وبالدليل أنت عندك من أول اتنين في أفريقيا بيرستا ومحمد شريف فدي حاجة مشرفة ليهم ومشرفة النادي الأهلي لا وقمتك كمان يعني مش بس شريف انت حدث ولا حرج يعني عدد العقود أو اللعبين اللي بيجي لهم عروض احتراف في الأهلي كبيرة جدا وشوف مثلا لعب زي ديانج ديانج جي الأهلي في صفقة تقريبا يعني اعتقدناها مليون أو مليون ونصف مليون دولار انت بتكلم اليهاردة على رقم أضعاف أضعاف يعني فبالتالي عز أكر حضارك برضي بإيفونا إيفونا طبعا وكل الناس كانت بتقول إيفونا جيبته برقم كبير جدا حوالي 40 مليون جنيه أو حاجة انت خد فيه 80 مليون فهنا عمل برضو حتى النادي الأهلي زي ما بيقول لحضارتك الأندية الخارجية هتبص على نادي الأهلي ازاي هتبص على الأداء اللعيب ازاي زي ما بيقول لحضارتك على مستقى أفريقيا وعلى صناع العالم النادي الأهلي كتاب مفتوح كل الناس بتتابعه ودي حاجة مشرفة أكيد وغير كده كمان طبعا العقلية فكرة أنك انت تبني العقلية الاحترافية اللي ممكن جدا تتأقلم يعني بعتقد النادي الأهلي كمنظومة وكنزام الأقرب للأندية الأوروبية وبالتاني بيبقاش في الفجوة الكبيرة جدا بين لما تطلع بره من الأهلي غير لما تطلع بره من نادي تاني من ناحية التعامل والتأقلم والانسجام مع العقليات الأوروبية والعقلية الاحترافية بشكل جدير ده راجع برضو لأن أنا عشت داخل نادي الأهلي وعارف سياسة لداخل نادي الأهلي هو ما بيبصش لأي نادي تاني أو بيبصش نتائج أين نادي تاني أو بيبصش لأي سياسة تانية هو بوصص على مستقبله وبوصص هو راح فين هو معروف وعايز إيه على كل مجال استدادرة النادي الأهلي وده ما يميز أنه هو محافظ على مبادئ النادي وعلاقية من نادي سواء اللعيب حتى لو أحسن لعيب في الفرقة هو زي أي واحد في الفرقة عشان كده هنا ربما نتكلم المصلحة العامية مصلحة الفريق مصلحة النادي عشان كده هتلاقي كل اللعيبة ماشيين في نفس الاتجاه وهو دي السياسة النادي الأهلي اللي بينفزها مجلسة دوراكي وأنا محترفتش برة